اهلا بكم في الحلقة التانية من برنامج زبيحة التسبيح اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ايه هو المقصود بالطقس وعن اهميته وعن المصادر اللي خدنا منها التقوص في كنستنا ووقفنا عند سؤال هو التقس ده شيء خاص بالعهد الجديد بس شيء خاص بالوقت الحالي بتاعنا بس ووعدتكم ان انا اجاوب على هذا السؤال الحلقة دي الحقيقة انه التقس في كنستنا قديم وقدم التقس هو من قدم بداية البشرية يعني من بداية البشرية ربنا شخصيا هو اللي علم ادم ازاي يقدم زبيحة دي كان فيها شيء من الطريقة او النظام او التقس بعد كده بصينا لقينا نوح بعد الطفان كرأس للخليقة الجديدة خرج من الفلك واول حاجة عملها بنا مزبح لربنا زي ما بيقولنا سفر التكوين اسحح تمانية بنيتو ازاي يا نوح وعرفت الطريقة تقدم زبيحة ازاي نوح يجاوب علينا ويقولينا استلمتها من الاباء اللي قابلي هكذا ابونا ابراهيم اللي اتعود انه في كل مكان يروحه انه هو يبني مزبح لربنا ويقدم عليه زبائح ويدعو باسم الله جبت النص منين يا ابونا ابراهيم استلمتوا من الاباء اللي قابلي وهكذا ابونا يعقوب وغيرهم لحد ما وصلنا لايام موسى النبي وفي وقت موسى النبي ربنا اهتم جدا بالطقس وتنظيم العبادة وتم تسجيل هذه التكوص وهذه النظم في جزء كبير من سفر الخروج بالاضافة الى سفر اللويين كله غير كده ربنا خصص صبت كامل من اصباط اسرائيل الاثناشر هو صبت لاوي علشان يخدم ربنا في خيمة الاجتماع وكرس هارون وبني كهنة علشان يقدموا الزبايح سواء في خيمة الاجتماع وبعد كده في هيكل سليمان وكان ربنا بيعاقب الناس اللي بيتعدوا على هذا الطقس اللي بيتعدوا على النظام اللي ربنا حطوا بنفسه او وضعوا بنفسه زي مثلا قيين في تكوين اربعة لئنا بيقدم زبيحة مخلفة للشروط التأصية فكات النتيجة ان الزبيحة دي لم تقبل زي مثلا نذاب وابيه ولاد هارون الكاهن في لويين عشرة يقولنا ان دول قدموا نار غريبة حطوا في الشرية نار غريبة وقدموا نار غريبة قدام ربنا فكانت النتيجة انهم اتحرقوا بهذه النيران كورح ودسان وابيرام في سفر العدد اسحح 16 نصبوا نفسهم كهنة من غير دعوة من ربنا فكانت النتيجة ان اتفتحت الارض وابتلعتهم هم وكل ما لهم وكل اللي تبعوهم ومسكوا الشرية وبخروا قدام ربنا وهم مش كهنة خرجت نار من عند ربنا وأكلتهم في سفر اخبار الايام الاول اسحح 13 نلاقي شخص اسمه عزة وده حاول يمسك تابوت العهد ساعة ما كانوا بينقلوه في ايام داود النبي وهو مش كاهن وده مخالف لشريعة ربنا او مخالف التأس اللي ربنا امر بي فعوقب بالموت وفي اخبار الايام التاني اسحح 26 نلاقي ملك اسمه عزية وده تعدى على عمل الكهنة وقدم بخور على المسبح فكان عقابه هو البرس امثلة كتير بتوضح لنا ان ربنا امر بالتقوس موسى النبي كتب هذه التقوس في جزء كبير من سفر الخروج وكل سفر اللويين وبدأ ربنا يهتم بهذا الموضوع ويعاقب كل من يتعدى على هذه التقوس عايز اقول كمان انه التقس مرتبط جدا بالتقليد وبالكتاب المقدس زي ما قلتلكم الحلقة اللي فاتت ان دي مصادر مهمة من مصادر التقس الانجيل بيشهد ان السيد المسيح كان بيظهر لتلاميذه خلال الاربعين يوم اللي ما بين الايامة والصعود وكان يكلمهم عن ترتيب امور كتير كل ما علموا السيد المسيح للتلاميث في خلال الاربعين يوم دول من قيامته الى صعوده دول كلهم كانوا عن تقوس الكنيسة ونظام العبادة في الكنيسة فيقول لنا الكتاب كده الذين اراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر اربعين يوما يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله زي ما قال لنا سفر الاعمال اصحاح واحد بولس الرسول بيقول لجماعة المؤمنين لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا كورونسس الاول 11 بيقول لهم اللي انا بعلمه لكم ده انا اخدته اصلا من السيد المسيح تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا وبيطمنهم على التقوس وعلى التقليد ويقول لهم اما الامور الباقية فعندما اجيء ارتبها او بمعنى تاني عندما اجيب اجيء هاعلمها لكم اتمرسوا العبادة ازاي ولقينا بولس الرسول بيوصي تلميزه تموساوس انه مش بس يحتفظ بالتقوس دي وينفزها ده كلامي كمان يسلمها للاجيال اللي بعده او للجيل اللي بعده فيقول له وما سمعت مني بشهود كثيرين او دعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا ولقينا برضو بينصح تلميزه تيتوس اسكوف كريت ويقول له من اجل ذلك ترقتك في كريت لكي تكمل ترتيب الامور الناقصة وتقيم في كل كنيسة قصوصا كما اوصيتك بين قصين كما علمتك لان زي ما اتفقنا ان الترتيب والتقوس والنظام بيتسلم من جيل لجيل اللي احنا بنسميه التقليد الكنسي واحنا الحقيقة يعني مش احسن من ربنا شخصيا مش احسن من السيد المسيح اللي احترم التقوس في فترة تجسده سيد المسيح احترم شريعة الختان في اليوم الثامن واحترم شريعة افتداء الابن البكر بعد اربعين يوم من ولادته واحترم الاعياد الواجب حضورها في الهيكل لكل ذكر بعد سن الاثناشر وفي قصة شفاء الابرس نكتشف ان السيد المسيح يحترم شرائع العهد الاديم وقال لهذا الانسان اذهب اري نفسك للكاهن وهكذا في قصة شفاء العشرة من البرس حتى السيد المسيح لما حب يقسس سر التناول في نهاية فترة تجسده على الارض يوم خميس العهد في العشاء الرباني بصنا لقينا عمل الاول العشاء الفصحي او الفصح اليهودي بحسب الشريعة وحسب النظام اليهودي وبعد كده اسس سر التناول فكلمة اخيرة عايز اقولها لكل واحد بيستغرب من التزامنا بالطقس الكنسي وكل واحد مش شايف اهمية لممارسة الطقس الكنسي عايز اقول ان كل مؤسسة او هيئة لها نظام ولها تقاليد القضاء الجيش الشرطة شركة من الشركات كل هيئة من دول لها نظام واعراف وتقاليد وكل اللي يخالفها بيعرض نفسه للعقاب فالكنيسة بصفاتها مؤسسة الهية هي كمان لها نظام وتقاليد ولازم نحترمها ولازم نلتزم بيها لو سبنا الكنيسة من غير طقوس سبتة او صلواتنا مزاجية مرتبة وقلنا كل واحد يجي يصلي في الكنيسة حسب ما يشوف زي ما هو عايز من غير تقايد بنظام او تقاليد هتبقى الكنيسة عبارة عن مجموعة من المتغيرات كل مرة نيجي الكنيسة هنلاقيها بشكل مختلف عن المرة اللي قبلها والصلوات في الكنيسة هتخضع لحالة ومشاعر اللي بيصلي النهاردة انا مزاجي كويس فهصلي لكم فريحي المرة الجاية حد معاكني نعانية فهصلي لكم حزيني ويبقى كده الموضوع بيخضع لي الاهواء الشخصية الحقيقة احنا مش كده كنستنا الابطية كنيسة تقليدية والصلوات الليتورجية والقدسات في كنستنا الابطية كلها منطقة من الكتاب المقدس وبنلاقي في النصوص دي تعبير كامل عن احتياجات النفس البشرية في كل عصر وفي كل مكان وده اللي بيدي الراحة والاستقرار النفسي لكل واحد في الكنيسة وبنعرف كمان حتى نحفظ النصوص الليتورجيات اللي بنصلي بيها في كنستنا دي كانت مقدمة بسيطة عن الطقس اهميته والمقصود بيه وجبناه منين وتاريخ الطقس على مدار العهد القديم والعهد الجديد وليه احنا بنصر على التزامنا بالطقوس وليه احنا بنحب نصلي بالطريقة اللي ربنا هتطهنى او بالطريقة اللي ربنا بيفرح بيها ان شاء الله المرة الجاية نبدأ نتكلم عن الأداسي الإلهي أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد دائما أبديا أمين اشتركوا في القناة